وقت الكورونا ظهرت دراسات كثيرة قوية عن الاستخدامات السيئة على مدار السنين للبني آدم والانتيباوتكس أو المضادات الحيوية وابتدت الدراسات تقول أنه سبب قوة أو سيطرت فيروس كورونا علينا وعلى جهاز الرئتين أنه احنا أفرطنا في استخدام الانتيباوتكس على مدار السنين اللي فاتت فبقى الفيروس أكتر شراسة وأكتر قوة أنا معرفش يعني دي تقريبا دي الدراسات بعض الناس قالت لأ ده بكتيريا لأ ده فيروس والكلام ده لأ مش متخصص أنا بقول لحضرك الحاجات اللي كانت يمكن بتتداول وتتقل هل الناس اللي بتاخد النهار ده انتيباوتك مع دور البرد خطر عليهم ولا في بعض الأحيان مطلوب ولا ايه ولا اهتسهل اسمحيلي أصحح معلومة لأ هو كورونا فيروس لغاية دلوقتي هو فيروس احنا ما اختلفناش فيه لغاية دلوقتي فبالتالي مالوش علاقة بالمضادات الحيوية فبالتالي طبعا كان استخدام خاطئ للمضادات الحيوية أنا قصدي إن المضاد الحيوي عمتا على استخداماته على مدار السنين ضع يعني أضعف من المناعة بشكل عام فعشان كده الفيروس كان شرس علينا مقدرناش ان احنا نصده مناعيا يعني دي ممكن مش مؤكدة قوي ربط ده لكن بوجه نعم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بيعجبوني قوي الأمهات من زمان أصل الدكتور للأطفال الفلاني كويس أصل ما بيديش مضادات حيوية الحقيقة نسبيا الكلام ده مش غلط لأنه معظم مثلا الأدوار اللي بيخدوها الأطفال أدوار فيروسية فالمفروض نستنى عليها لكن في ده كاترة للأسف بتبقى دي ومكلاهم ونكتب مضادات حيوية وحاليا بقنا بنشوف في السوق مضادات حيوية بره عشان تكتب لازم مزرعة صريحة معمولة للعيان تطلع المضاد الحيوي ده عشان يتكتب احنا هنا للأسف الشديد بتتصرف في الصيدليات بسهولة فبيطلع علينا بكتيريا ريزيستنت بقى خلاص ما بقاش فيه مضاد حيوي عارف يتصرف معها فده خطورة الموقف اللي احنا فيه ده غير الإفراط في المضادات الحيوية في دراسات كتير قالت بالذات في السن الصغير ممكن تعرض الطفل أصلا لحساسية مع الوقت تعمله حساسية اكسار المضادات الحيوية بيقتل للأسف البكتيريا المفيدة بالضبط اللي موجودة بنسميع علينا مايكرو بايومز ودي عليها دراسات كتيرة بقالنا يمكن عشر سنين شغالين في دراسات على القصة دي انه بقوا بيربطوها بأمراض كتيرة جدا فانا لما باجي بالمضادات الحيوية اقتلها دي اللي موجودة في الأمعاء بتاعتنا وموجودة بكسرة اجي اقتلها طب انا بهد في جهاز المناعة بتاعي فطبعا المضادة الحيوية المفروض مايتاخدش غير تحت اشراف طبيب شايف بوضوح ان فيه عدوة بكتيرية لكن الفيروس لكن دور البرد مش محتاج خالص مضادة حيوية